بس ارجع لحضراتكم في بعض الامور يمكن عندنا مباراة السوبر لكرة السلة رجال وسيداتها يوم 26 بس خليني اتوقف شوية مع كرة السلة الحقيقة كرة السلة فيه تساؤلات كتير جدا تساؤلات جمهور النادي الاهل الحقيقة حتى الان لم يجد عنها اجابة او عليها اجابة لو رجعنا شوية يعني بالامور يمكن من اول السنة من اول السنادي الحقيقة والامور غريبة شوية يمكن النادي الاهل لما نجح انه يعني يحسم صفقتين او تلاتة من الاعارة تقيير السنادي والسنة اللي فاتت فوجئنا بالتحاد السنة السنة دي برضو بياخد قرار بتحجيم الانتقالات في الوقت اللي كان السنة اللي فاتت كان فيه اندية اخرى يعني بتتعاقد مع لعبين كتير جدا وبارقام خيالية وما طلعش هذا القرار طلع قرار انه اول الدوري ليه صفقة واحدة في السنة تاني الدوري ليه صفقتين تلات الدوري ورابع الدوري ليه وثلاث صفقات الحقيقة اشمان القرار ده طلع بعد صفقات النادي الاهلي اللي من الاعارة تقيير اللي هي حطة النادي الاهلي في المقدمة وخلينا اقول لكم انه الموضوع عرض وطلب النادي الاهلي يعتمد في مفاوضاتهم على اللعيب رقم واحد على اهلوية وعلى شراء اللعب لنادي الاهلي وانه عايز يجي النادي الاهلي فالحقيقة الموضوع يعني اشمعنا التاخد وتساؤلاتنا وهنبدأ نتساءل غير ما لا اجابة اشمعنا القرار ده التاخد بعد صفقات النادي الاهلي ده اول حاجة تاني حاجة دخلنا على موضوعات السوبر وشوفنا طبعا اللي حصل مع كرونا وشوفنا ان طبعا النادي الاهلي تعرض لهجمة شرسة من الفيروس كرونا اصابة تلات لعبين طلبنا تأجيل الموضوع فوجئنا بقرار اتخذ خصيصا طبعا بعد الحالات اللي تعرض لها النادي الاهلي انه هو عشان تأجل الموضوع لازم يكون اكتر من ست لعبين عندك فيهم كورونا عشان اجل لك المباراة ويبقى ليك الحق ان انت تأجل المباراة طبعا كان قرار غريب بيد واحنا تسألنا يا جماعة ليه ستة اكتر من ستة ليه مش خمسة ليه اربعة في الوقت اللي القايمة بتاعت اللاعبين اربعتاشر لاعب ازاي انا عندي بلاس ستة يعني سبع لعبين يعني انا بتكلم على سبع من اربعتاشر مصابين يبقى لي الحق اطالب بتأجيل المباراة طب ازاي يعني خمسين في المئة اصابات كورونا يبقى ليك الحق ان انت تأجل المباراة وده برضو النادي الاهلي طالب بتأجيل المباراة ربعا وعشرين ساعة او تمانية واربين ساعة وترفض هذا الكلام وتقال لا احنا سبع لعبين ومع ذلك النادي الاهلي قال ماشي احنا ملتزمين بالقرار ولكن احنا بنتساءل يعني الموضوع بصراحة يعني محتاج اجابات واجابات سريعة لان الدنيا يعني كده مش لطيفة طيب هنروح على القرار اللي بعد كده القرار اللي بعد كده الحقيقة انه بعد ما اتحاد السلة تم اتخاذ قرار وحصل الاصابات بكورونا قالك انا مش هلعب الا بالاجراءات الاحترازية وهعمل مساحات لللاعبين واللاعبات عشان اتأكد والكلام ده كان في الاسماعيلية خد مساحات لللاعبين واللاعبات واجل مباراة السيدات بس 24 ساعة وللأسف حصلت الحادثة الشهيرة ان بعض ان ماتش الاتحاد وماتش ايضا السبورتينج وعلى ما اعتقد سموحها ايضا وبرضو بماتش السيدات اتلعبوا من غير بتكلم عن المرتبط من غير من المساحات تطلع يعني الماتشات اتلعبت والمساحات لسه نتاجتها ما طلقتش وفجئنا ان طبعا بعد الماتش ان فيه سبع الحالات كورونا انا بس بستدلكم الاحداث عشان تشوفوا النادي الاهلي يعني يعني عدى بصعاب عاملة ازاي والحقيقة تساؤلات احنا مش لانيها جابة حتى الان ورفضوا تأجيل المباراة اكتر من كده بشكل فيه تعانوت شديد جد انا بس هقول لكم تعانوت شديد والتزمنا ولعبنا وفريق المرتبط بتاعنا لعب والكبير برضو بعد ما طلقت النتيجة طلع عندنا خمس حالات كورونا طبعا ولعبنا المباراة الاولى جينا في المباراة التانية في المباراة التانية كان عمر الجندي وعلى ما اتذكر كان هاب امين كان النتيجة بقت سلبية لحقوا المباراة ما تمرنوش ولا تمرين ولعبنا وكسبنا طب انت كان المباب اولى لانتظر 48 ساعة حتى نتيجة المساحة تظهر طيب دخلنا بعد كده ماتش السوبر كان محدد له 8 يناير ماتش السوبر كان متحدد له طب مين طرفي السوبر في السيدات الاهلي وهليوبلس في الرجال الاهلي والاتحاد سكنداري كان متحدد له 8 يناير فجئنا بقرار تأجيل المباراة ل 26 يناير طب ليه ما نعرفش طيب الماتش اتنقل من هيئة قناة السويس لملعب 6 اكتوبر طب ليه برضو ما نعرفش وما فيش اي سبب يعني لما بيأجل مباراة حتى اتحاد الكرة نفسه لما بيأجل مباراة بيقول ايه اسباب ايه اسباب سين صادعين ولكن بيقول اسبابه انما احنا الحقيقة كان موضوع صعب جدا الماتش اتأجل في الوقت لو كنا بنطلب ب24 ساعة في الفترة دي نجح النادي المنافس في تغيير اللعب المحترف بتاعه طب انا افهم كده ايه يعني هل يعني ما نعلمش يا جماعة ما احنا برضو ما هو لازم يعني حاجات ما لهاش مبرر وما لهاش اجابة فالأكيد بتفتح الباب لتساؤلات وبتفتح الباب لتأكيد معلومات بتتقال على السوشيال ميديا طب انا في الفترة دي اجلت من 8 ل 26 النادي المنافس غير المحترف بتاعه في حين لو كان لعبنا تمانيا ما كانش هلغير المحترف بتاعه طب يعني 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 القرار كده بالشكل متاخد لمصلحة مين طيب نقل المباراة من صلة هاي قناة السويس لستة اكتوبر ليه السبب برضو ما نعرفش حصل بقى امور جديدة النهاردة عرفنا ان مباراة صلة ستة اكتوبر للأسف مش للأسف طبعا الحدث الأكبر يعني كرة اليد محتاجين الصلة في تدريبات الفرق فتم سحب الصلة في الفترة دي فدلوقتي بقى عندنا مشكلة هنلعب فين الماتش يوم ستة وعشرية هنلعب في هاي قرارات السويس ولا نلعب في صلة تاني طبعا كل القرارات اللي انتو شايفينها دي الحقيقة بتفتح الباب لتساؤلات احنا مش لانها اجابة ولو ما لانهاش اجابة يبقى الكلام اللي بتقال صح طالما ما حدش رد علينا وقال لنا يا جماعة احنا بنعمل واحد اتنين ثلاثة ليه وهنبدأ نتكلم واحنا بنتكلم بكل شرعية والنادي الاهلي هو النادي الاجبر في مصر التزامن بلواح الاتحادات وعمره ما بيلاقي عذار عشان ما يلعبش او بيلاقي عذار عشان هيخسر خالص بالعكس ودائما بنقار نادي الاهلي السنة اللي فاتت في عز الازمة وعودة النشاط النادي الاهلي اللي قال انا مع عودة النشاط في كل الاتحادات وكان قرار وثابت مع كل الاتحادات كرة القدم اليد بالرغم ان احنا كنا تاني الدولي في اليد واصرين على استقناء في النشاط نفس الكلام في السلم طيرا كل الاتحادات كان رأيي النادي الاهلي في مع مصلحة الرياضة العليا وسياسة الدولة في ان احنا نقدر نكمل الموسم وكان مصر النادي الاهلي على ذلك في الوقت ديه كل النادي الكلام ما كملش بالرغم ده هيبع عبق مادة عن النادي الاهلي ونادي الاهلي بص المصلحة العامة طب منين ان التساؤلات دي ما بلاقاش اجابة يا جماعة لو ما حدش رد علينا للأسف احنا كده بنفتح الباب لتأكيد اللي بيتقال وبيتأكد ان فيه امور تانية وفيه انحيازات وفيه كلام احنا طبعا مش عايزين نقوله ولكن الكلام طالما ما معلوش اجابة وما معلوش تفسير يبقى يبقى بيأكد الكلام فاحنا نتمنى نتمنى ان قرات يبقى نادي الاهلي رغبته تتاخد في الاعتبار لان نادي الاهلي عمره ما بيطلب ولا بيصر على شيء إلا إذا كان شيء مشروع وبيحط المصلحة العامة قبل مصلحة المصلحة الخاصة فيا جماعة لو سمحتوا لو سمحتوا يعني بالذات في كرة السلة احنا محتاجين نعرف تفسير لكل القرارات دي اللي ملهاش تفسير خالص عندنا يمكن انتوا عندكوا تفسير ولو لقنا تفسيركم يا جماعة في المضمون او تفسيركم للمصلحة العامة احنا اول ناس هنقول شابوه واحنا ملتزمين بهذا ولكن الى ان يأتينا هذا التفسير احنا الحقيقة هنفضل نتساءل ونطرح التسؤالات وكل قرار هتاخد هنقول ايه الغرض من وراء هذا القرار واحنا هنا عشان نتكلم بلسان جمهور النادي الاهلي